اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية للمشاهدين هنرجع بقى نتكلم دلوقتي عن الحالات الفنية مع الأستاذ كريم سعيد والأستاذ أحمد سعيد أنا قللت طبعاً في الأول قلت كريم سابت وأحمد سابت فيعني لازم نصلحها يعني هنتكلم فنياً وجماعياً أكتر هنتكلم الأول على التشكيل المتوقع من وجهة نظر الدحيل هيلعب بيه بكرة والطريقة كمان لأنه أنا الحقيقة شايف أن مساندة الجمهور للاعبين لازم تبقى مساندة كاملة وجهة نظر يعني بالتالي أنا مش عايز أتكلم عن نادي الأهلي النهار ده لأن احنا عارفين كل حاجة كل حاجة عن نادي الأهلي وبالتالي مرة حبقى معظم كل كلامنا تقريباً عن نادي القطري نعم طيب خلينا نروح للشاشة علشان برضو حنتكلم جماعياً بقى كريم اه بالزبط احنا هنبتقى طبعاً كلامنا على التشكيل ونشوف يا كابتاً من وجهة نظري من وجهة نظري من وجهة نظري الشخصية أنا شايف أن صب لموشي في مع قدام النادي الأهلي حيبقى أقرب له نوقف لعبته بطريقة أقرب إلى الاربعة اتنين تلاتة واحد ونتكلم بقى على التوزيف طبعاً صراحة زكريا الحارس المرمى احنا اتجابنا كتير وما فيش خلاف على الاسم ده في مركز حارس المرمى وطبعاً أكيد هو عنده مشاكل وإن شاء الله نقدر نستغلها سواء بالتزديد أو بالأمور الأخرى في الدفاع في موجهة نظري الشخصية شايف الاتنين مساكين هبقى أقرب إلى أحمد ياسر محمدي ليه؟ لعب سريع لعب طويل لعب هداف وكمان بيكمل في الدول الهجومي فبالتالي أكيد وجوده مهم جداً في خط الدفاع اللعب التاني ليه لعب جنبه؟ مهدي بين عطية لعب دولي لعب خبرة كبيرة جداً لعب مباراة بالقوة دي كتير ويقدر يتحمل الضغطات وبالتالي وجوده مهم جداً في المباراة دي على الترفيل أكيد الليفت باك عنده أو الباك الشمال هيبقى الأقرب سلطان البريك من وجه التزري لأنه عنده مفروض عنده قدرات دفاعية أكتر من علي عفيف البديل بتاعه اللي دايماً بيطير ويتكلمنا عليه كتير الناحية التانية طبعاً باك اليمين اللي عنده الصغرات بس هل من الممكن ان احنا ما نشوفش إسماعيل محمد؟ يعني هل من الممكن ان احنا نشوف هل ممكن يجيب حد من الستوبرز يحطه ناحية اليمين على أساساً معروف ان ناحية الشمال مثلاً في نادي الأهلي قوي أو كذا أو كذا فبالتالي هل ممكن يحط لعب آخر؟ يعني هناخد ولا فجرك نقوح هيلعب بهذا التشكيل؟ بس طلع من حتة المبارات القوية اللي هو وجهها سواء في دوري المحالية أو حتى في بطولات القرية اللي عفية وبالتالي بشوف ان هو بيعتمع إسماعيل محمد لأن الراجل برضو راجل العقلية بتاعته عقلية هجومية وبيحتاج طبعاً الاتنين الفول باكس بتوع ان هما يبقوا طيرين طول الوقت وبالتالي بشوف ان إسماعيل محمد هو الأقرب لا بزرق في نص الملعب طبعاً البرازيلي بيبقى متأخر سنة ضم على وراء عشان يعمل التأمين الدفاعي في قلب الملعب وعلي كريمي اللاعب الايراني مميز طبعاً هو اللي بياخد دور آآ في النقطة دي بضياف برضو واحد من اللاعبين اللي كان باعتمد عليهم بشكل كبير بس هو بقاله فترة غايب ولكن ضمه إلى القيمة الرئيسية لا وبالتالي هل ممكن نشوفه أشوف كابتل الإسلام أن اعتمدوا للاتنين في خط الوصل ما بيلعبوا مع بعض الفترة طويلة وبيكونوا ما يشبه السونائية فالسونائية طبعاً هي ماشية بشكل جيد أنا مقدرش أغير فيها أو ألعب فيها ممكن أزود معهم واحد ثالث زي ما حالك كنت بتشرح فيه امبارح وأول امبارح في النقطة المهم جداً زي تقفل قلب الملعب قدام اتنين مساكين آآ ده ممكن ولكن طالماً الاتنين دول شغالين بشكل كويس هم دول اللي يكملوا بالشكل الأساسي خصوصاً طبعاً لمباراة مهبة يروح بقى للرباع الأهم آآ اللي فيهم الأزمة بقى اللي فيهم زي معزة علي بيلعب ساكن سترايكر ولا بيلعب رأس حربة تاني ايه الفكرة اللي بيعملها صابر لموشي في الرباعي الأمام ببساطة لو حاولنا يعني نشوف أنا بشوف أن مايكل طبعاً هو المهاجم رأس الحربة الصريح لعب مية خمسة عين سنتي لعب طويل وبالتالي هو مركزه مركز رأس الحربة الصريح المعزة علي طبعاً كلنا شوفناه وكلمنا عليه في أول يوم من الأهل في المونديال وتكلمنا عن قطقه عنده هو الفكرة عنده أنه هو دايماً بنتكلم على لاعب بيخش لقلب الملعب وبالتالي بيبقى ساكن سترايكر مع مايكل ألونجو أول ما المعزة يخش دودو يبدأ يتحول على الطرف ويعمل ما يشبه اللعيب الجناح ليه بقى؟ لأن دودو عنده الميزة بتاعت أننا أخذ الكورة على الطرف وابدأ أشوف بعيني الملعب بشكل كامل وابدأ أختارك سواء أننا النهاردة رأس أو أخش على قلب الملعب وسدد في الزاوية وهنا حتة الدفاعية بقى لو اللي حيلعب بكرايت في النادي الأهلي مايخشش بقى مع المعزة الغاية جوة لأنه هنا بيفضي المكان ده وأكيد طبعاً فيه واجباتي فعيه طبعاً على الجناح اللي قدامه أن يغطي مع الفول باك ويجي هنا برضو الدور بتاع إدميلسون جونيور اللاعب البرازيل الجناح البرازيل الآخر اللي ما بيشوف بقى دودو دخل للطرف اليمين والمعزة عمل شفتنج معاه ودخل كمراس عربة تاني جنب أولونجا يبدأ هو يلعب دور البلايميكر ده يخش تحتهم بيخش تحتهم وتنقلب الخطة في بعض الأحيان لأربعة أربعة تانين فلات ويعتمد على القراط العرضية إذا فشل في التزديد ده أعتقد الفكرة صبر لاموشي في الرباعي الأمير الأقرب إذن إحنا منشوف زي ما حالك بتقول إن المعزة هيلعب جنب مايكل أولونجا ودايما دودو هو اللي يخش بناحة الشمال وإدميلسون يخش تحتهم أو في الحالة هجومية طبعا في الحالة هجومية أو راس حالة هجومية نعم مع مايكل أولونجا والمعزة علي ووضعا في الأطباء بركة الإسلام أنا ليس بقول إن الطريقة لازم تبقى أقرب لأربعة تانين فتا واحد لأنه هو في الحالة الدفاعية أي محتاج إن المعزة علي يرد مع سلطان البريك ومحتاج جدا جدا إدميلسون جونيور يرد مع إسماعيل محمد حتى لو إدى واجبات دفاعية للوبيس جونيور إن هو حتى ممكن يعني يتطرف شوية يقول له إيه إسماعيل محمد عنده مشكلة في حاول إنت تقفل معاه شوية فلا أنا أعتقد إن هو حيلعب بيه الطرفين وبخطة أربعة تانين فتا واحد سؤال نعم لو الأسماء دي اتغيرت بمعنى إن مايكل أولونجا نعم بلاش مايكل أولونجا لأن مايكل أولونجا صعب إن هو يتغير ولكن معز علي مسلا ممكن يلعب تحت بحيس إن هو يبقى يكمل ودودو يلعب ناحت الشمال إد ملسل يخش جوة ودودو يجي ناحية هل ده ممكن نشوفه؟ ده ممكن في حالة استثنائية لكن ما تداشت شوفه بالحالة طبعية للفريق ليه؟ لأنه الفريق النهاردة معمول عليه هجمة من نادي الأهلي صعب جدا إن دودو يدافع يبقى عنده أزمة المعيز دي علي في الدفاع أقوى منه بكتير وأسرع كمان في الارتداد فلو هو عمل دي هنا يبقى ده أمور استثنائية بمعنى إيه؟ إن دودو مثلا إن كان بيحاول يختارك من الجابة قطعت الكرة وده أعرب فهو مضطر إن هو يرجع إن مش هقدر نهاردة خشنا قبل الملعب وقول للمعيز علي بقى تفضل إرجع كافيار مكان ده صعب جدا ولكن هي دي الأسماء الأقرب إن هي تلعب بكرة بالزبط